بسم الله الرحمن الرحيم محتاج حاجات كتير جدا انا كتبت عشر نقط هناخدهم واحدة واحدة اول حاجة ان هو يدرج الكتاب بدي انا دلوقتي هشتغل مع الطلبة في كتاب المدرسة او في كتاب المعاصر او في اي كتاب لازم ارجع اعمل ادراج للكتاب اللي هشتغل فيه الجزئية التانية انا عايز ارسم اشكال هندسية بدكو عايز لما ارسم مسلس او مربع او دايرة تطلع مزبوطة زي اللي بعملها في الورد مش مش حاجة معه ايه كمان عايز الحل التفصيلي وخصوصا لو ما فيش فراغات تطيح الكتاب مش عايز اكتب شورتة انسرز او اجابات قليلة عايز محتاج ايه كمان محتاج استخدم الالها الحزب محتاج ايه كمان محتاج ان انا انا بشرح للطلاب الدوال وعايز اواري له منظر الدلة التربية او الدلة التكابية او الدلة الكسرية او عايز اواري له الانعكاس او الانتقال او الدولة اللغاراتمية يعني الدولة كتير جدا عايز اواري له الكلام اواري له اواري له تحولات الهندسية اواري له ازاي بتستخدم جو جيبرا ده متحقق برضه في التطبيق ده ايه كمان عايز اكتب هو طبعا بتخرج برضه تطبيق وبترجع بمنتهى السلاسة بضغطة واحدة بتخرج بتفتح جو جيبرا بترجع تاني كتابة عايز اكتب المعادلات والرموز الرياضية بشكل كانها وارد بالزبط ده منتهى السهولة ده التطبيق ده فيه خيار خيار بتشتريه داخل التطبيق بحوالي 12 ريال ان انت تكتب بايدك زي ما انت عايز وبعدين تقوله ايه كمان التلوين والتظليل بشكل جيد انا دلوقتي بشرح للطالب عايز الفي تنظره لحاجات مهمة جدا عايز الفي تنظره مثلا في الفرق بالمكعبين ان الاشارة بتاعت القوس الاولاني هي نفس الاشارة اللي موجودة بين الحدين اللي انا بعمل لهم تحليل سواء كانت زائد او عايز استخدم لوني يوري له الكلام ده برضو التلوين بألوان جميلة وواضحة بحيس يعني المعلومة تبقى واصلة للطالب ده متاح برضو بأسولة جدا عايز اقص والزق عايز اخد من التطبيق ده والزق في نفس التطبيق او والزق في تطبيق تاني ده موجود برضو عايز ارسل الشرح للطالب بعد ما خلص بعد ما خلصت الشرحة عايز ابعتهوله عايز برنامج سهل ما انا برضو ممكن يبقى برنامج بيعمل كل حاجة ولكن استخدمه الصعب قادل عشر حاجات اهه اللي معلم الراديات محتاجهم علشان يقدم شغل جميل طيب اه ناخد واحدة واحدة ادراك كتاب زي يا جماعة لو انت عندك كتاب على وزي ما تقدر تبعت الكتاب اللي على الدرايف عندك على الواتساب ان انت تقول لسن ده اقابي ارسل نسخة اه برضو هوا بتعمل بتقف عند الكتاب في الدرايف تقول لسن ده اقابي ييجي عندك ايه ييجي عندك هنا بطبعا بيجيب لك اختيارات منها التطبيق اللي هو نوتابليتي طيب حوارين ايه اقاوارل للناس شكل التطبيق الناس لو بست تحت فا اه تحت خالص فاخر سطر تعالة كده نيجي من اليمين الا اليسار علامة في السطر الاخير خالص اللي هو بتاع اخر تطبيعات متأمفتوها علامة بعد كده الالبون بعد كده التطبيق اللي هو الم الم و اه و ايه و في و اخر هنا هو علامة السماعة برضو لو الناس عايزة تجيبها من هنا السطر الاتلت من فوق اللي على من على اليمين واتساب وعلى الشمال هو في السطر ده واتساب بعد كده مسينجر بعد كده التطبيق تمام? طيب ده منظر التطبيق. يبقى ادراج الكتاب ده امر متحقق وموجود بمنتهى السهولة. طيب. في ايه تاني? في ازاي ارسم اشكال هندسية بدقة? ده ده شيء مهم جدا لاي حد بيتعامل في رياضيات ان انا عايز ارسم شكل هندسي. طب ارسم شكل هندسي بدقة ازاي? بمنطقة البساطة. باجي جاي اعمل كده. انا عايز ارسم مسلس مثلا. برسم مسلس بايدي عادي خالص. وبعلق ايدي كده ثانية في الاخر. علاقتي ايدي ثانية في الاخر هو اتعرف ان انا برسم مسلس. فرسم لي مسلس. المسلس انا رسمت ده اقدر اكبره. واقدر انقله. اقدر الوينه. اقدر اغير وضع الرؤوس بتاعته. ادي ايه? ادي شكل. طيب ممكن اكذلك في الدائرة. ها. رسمت دائرة. هو اتعرف عليها. الدائرة دي ممكن اكبرها. ممكن اكبرها. ممكن اكبرها. وممكن اصغرها. وممكن انقله. ده كمان بقى ممكن اعملها دبليكات. يعني ان انا انسخها. يعني انا مثلا مش هجال ما اطالب في ابتدائي. عايز اعرفه الكسؤور والفرق بين النص والربع مثلا. فحوري له النص في واحدة وحوري له الربع في واحدة. فممكن بعد ما عملت التانية بدل مرسمها تاني اعمل له ايه? اعمل له دبليكات. تمام? يعني مضاعفة الراسم. تمام. يبقى هو اعايز ارسم مربع اعايز ارسم اي حاجة التطبيق ده مش هقولك لأ. بترسم بايدك او خط مستقيم اهو. وقفت خلاص هو عارف كده ان ده ايه? ده ستريتلاين. وهكذا. فده برضو موجود في التطبيق ده. ايه كمان? الشرح التفصيلي. نفترض ان انا عايز اشرح لناس واوضح حاجات والكتاب مش مديني مساحة. تعالك كده للدرس اللي انا كنت بشرحه هنا. ده درس المعادلات. اكويجا لسنة خمسة. الولد درس السابت ودرس المتغير في الحاسة اللي قبلها وبعدين ابتدى بقى ايه يستخدم معادلات. وانا عايز اعرفه الفرق بين الثابت والفرق والمتغير. فكتبت له الاية الكريمة دي. طب الكتاب ما فيهوش ما كان اشرح فيه. فانا ادرقت عملت ادراج اللي ستيك نوت ده. وهقولك تدرجه ازاي. فكتبت له الاية وصيكم الله في اولادكم للذاكري وسلحظ الانساء. وقلت له الله نصيب الولد هنسميه شيروف بوي اها سميناه واي. تمام? وشيروف جيرل سميته اكس. وقعبت اضرب له امثلة وفهمته انه دايما اه نفترض ان الولد اخد تن اه مليون. البنت اخدت فايف مليون. الولد اخد سكس مليون. البنت اخدت تري مليون. وهكزا قلت له يا اولادي احنا ملاحظين ان اعمالها تتكرر معنا وديتها لون اخضر. لزا ما انتم شايفين كده عشان اعرفه ان يعني كما سبته. مين اللي اعمال يتغير? اللي اعمال يتغير الاكس والواي. فهو كده شاف يعني ايه يعني ايه يعني ايه مكدس ما كانش امكنني ان انا اعمل ده. طب انا عملت الادراك ده ازاي? بمنتهى البساطة كده. حاجة احعمل لكم ادراك كده عشان نشوفوه. انا باجي جاي كده. اه من احد انا حمسح مثلا حتة دي وعايز اعمل فيها ادراك. انا حددتها ومسحت. باجي عند علامة الزائد اللي فوق دي تحت علامة البطارية او الواي فاي. وبضغط عليها. فاخر اختيار جاب لحاجات. الحاجات دي بقى في منتهى روعة. هو دي بقتي هيجيب لي ستيكي نوت صفرة زي اللي انا كنت بتكلم عليه. يقول لي انت عايزها تبقى فاضية خالص ولا عايزها تبقى مسطرة. ولا عايزها اللي هي مربعة الرسم البياني. ولا عايزها منقطة. طبعا ما نقطة دي انا مش عايزها في حاجة. فانا ممكن هوريكو دي ده ستيكي نوت بلانك اكتب في اللي انت عايزه. طبعا. مسحت. تعالا كده نشوف السطور. السطور اها. طبعا السطور بيبقى شكلها جميل. لو مش هنرسم. فتدي كتابة زي اللي انا عملتها دي كده. اهه. بتخلي الكتابة منظمة. طب انا عايز اعمل بقى رسم بياني. انا عايز ارسم الشبكة التربعية. واعمل رسم بياني. اهه. تمام? ادي الشبكة. ادي ادي يا جماعكم راسة مربعات. زي بتاعة الرسم الباني. عايز ارسم له المحاور. اهه. بمنتهى البساطة. هرسم له الخطوط المستقيمة اللي انا ورتها لكم. ان انا بعمل كده. ادي خط. وبعلق ايدي في الاخر هو اتعرف ان ده خط مستقيم. وهعمل واحد زي وهنا. علقت ايدي في الاخر هو اتعرف ان اخط. طلعت شبكة تربعية مظبوطة جدا. تمام? فدي الانسب ان انا ايه? لو بشرح لنعكاس او الانتقال او وكمان الكتاب مش مديني مساحة انا اتعرفت اتغلب على ده. ده كمان بقى بعد ما خلصت شغل. انا عايز مش عايز امساحة. عايز ابقى ارجع لها تاني. انا افترض ان انا طالب وبذاكر. او معلم وشغل من مرجع وبكتب فيه وبظلل فيه وبكتب ملاحظات. اه. حجم صغرها خالص اه. وحطتها على جنب كتا. ممكن صغرها جدا زي ما انت عايز. اه حطتها. بس كده سبتها. لما اجرجع تاني حلقيها اجي فتحها وانكبرها ورجحها للحجم الاصلي بالكلام اللي فيها واشتغل عليها تاني. تمام? زي اللي حصل هنا هو انا هو انا اللي كنت شرحه في المعادلات ده. اللي كنت شرحه في المعادلات. ده. طيب ده بدنا شرحه من زمان. يعني الكلام ده شرحه من اسبوع او اتنين. تمام? ولسه موجودة ها. عايزة صغرها اه. تمام? لو انا بقى عايزة اولد صفحة الكتاب. عايزة اكبرها تاني اه. ترجع لايه? لحجمها الاصلي. تمام? طيب. تعالا كده نشوف احنا قلنا ايه تاني? في المميزات. قلنا في المميزات بتاعة البرنامج. اه احنا كده قلنا الحل التفصيلي. وضحنا كده جزئية الحل التفصيلي. خصوصا ازا ما يكن في فراغات يتيح الكتابة. اه انا عايز اعرض الالة الحزبة. الالة الحزبة بمنطل بساطة هنمنزل الالات حزبة كتير. انا باجي خارج كده من البرنامج. بخرج من البرنامج. ادي الالة حزبة عادية. طبعا فيها السان والكوزان والتان وكل حاجة انت عايزة. وعملت انا عامل مع الطالب الطالب شايفة انا باكتب ايه? تمام? مش عاجبك الالة دي في الالة تانية. اهو. زي دي مسلا. اكتب له اللي انت عايزه. وممكن تعرض الالة الحزبة بس. ده كمان مش بس كده. ده ممكن كمان وانا شغال. اعرض الالة الحزبة وانا شغال. يعني اخلي الصفحة والحل موجود. واجي طالع كده. واجي. وانطلع له الالة. بقات الحل اللي احنا كدينه والالة الحزبة ايه? والالة الحزبة برضو بتاعتنا زهرة. واكتب اللي انا عايزه. وورهوله. ويبقى ايه? بننقل الاسئلة من ايه? من الكتاب. طيب. في ايه تاني? يبقى احنا كده قلنا استخدام الالة. استخدام تطبيق جوجبرة. انا دلوقتي عايز اوري للولد. عايز اوري للولد منظر الدلة التربعية او الدلة الخطيئة او اي دلة. حاجة رايح في جوجبرة. عايز اوري للطالب منظر الدوال. بمنطقة البساطة اه. اقول له مسلا دلة السين. ادي سين. وحكتب سين اكس. بس. تمام? ادي ايه? ادي منظر دلة السين. عايز اوري له الكوزين او برضو. هنمسح الدلة او عايز اوري له الدلة الخطيئة. عايز اقول له مسلا اكس بلاس تو اكس. او اكس بس الوحدة اه. تمام? ادي ايه? ادي منظر الدلة الخطيئة. عايز تعمل بقى بلاس تو او اي عمليات حت ايه? حتقدر ان انت تزودها على على الدلة اللي عندك. مزبوط? طيب. عمل ازاحة. اهو. مقدرها واحدتين اللي اعلى. تمام? واحد كزا. انا قدر استخدم بقى الكلام ده بقى في عرض كل الدوال. سواء الدلة التربعية التكعبية الكسرية اللغة اتمية. عايز اوارلو لناكاس اوارلو لانتقال اوارلو الدوران. طبعا لما اعرض له الكلام ده بجي ويجيب راح يبقى الموضوع شيك. اه ومريح جدا لك كمعلم كمان وفي نفس الوقت عنصر جاز بالطالب حيبقى مركز ومستوى. تمام? لانه بيشوف الحاجة بيعنيه. زي ما رساله السلام يقول كده ليس المخبر كالمعين يعني. لما تشوف الحاجة لما تجيلك خبر غير لما تشوفها بعينك. انت بقى انت لو نفترض ان انت مش شغال بتطبيق زي ده وعمل ترسن بايدك وشبكة تربعية مش مزبوطة وكل حاجة عندك مش مش السواب ولكن ما هو قريب الى السواب. يبقى هتلاقي الطالب برضه مش مش مشدود ومش فاهم زي ما تعمل كده. كتابة المعادلات الرموز الرئيقى دي خاصية مهمة جدا. انا دلوقتي عايز اكتب اي حاجة وحولها وحولها الورد. تمام? عايز اكتب مثلا كسور وحولها الورد. تعالوا كده نشوف ازاي. انا مثلا عايز اكتب نص. نص. على سبيل المثال واحد على اتنين. اهو. عايز احولها لانها تبقى كاسر. اهو. حددتها ضغطت عليها كونفيرت ومات. تمام? هو خلها لكاسر اها. واقدر ايه? واقدر احركها واقدر الونها واقدر اغير حجمها انا واقدر اعمل فيها كلها. واقدر اخدها كت لو انتم تبصوا في الاختارات المكتوبة. هتلاقي مكتوب كت. اقدر ان انا قصها وحطها في ايه? تطبيق تاني. طب الفرد انا عايز اكتب ساين سيتا. عايز اكتب ساين سيتا. عايز اكتب تكامل من سالب اتنين لاتنين لاكس تربيع دي اكس. بص كده. انا حددت له دي. كونفيرت ومات. حاول هالي اهو. تعالي انا حدد له دي كده التكامل ده. مزبوط. وتقدر برضو تعمل ايه? تاخدها كت. او تعمل كل حاجة. وتقدر تغير اللون بتاعها. مزبوط. تقدر تعمل كل حاجة. تمام? فدي ميزة برضو في التطبيق. ده برضو خيار موجود داخل التطبيق. تقدر تكتب اختبار يديات كامل. كامل. بايدك وبعد ما تخلصه. تقول له كونفيرت وماتي. حاول لك كل اللي انت كتبته بايدك لايه? للوضع اللي انت شفتو ده. التلوين والتزليل بشكل جيد. ده حربت بين المعلومات. انا دلوقتي عايز اول للطالب اوضح له شوية حاجات. اه متشابهة. عايز التلوين وكده. زي ما انا ودي ربط مثال في اول حس عايز اقول لك مثلا الفرق بين مكعبين والله الكوس الاولاني. الفرق او مجموع مكعبين. الكوس الاولاني بتبقى نفس الاشارة اللي موجودة عندك في السؤال. استخدم الالوان في كده. استخدامات الالوان مهمة جدا للربط والان ان انت تلفت النظر الطالب للملحوظات المهمة. ده شيء موجود وسهل جدا في التطبيق برضه. طيب. في ايه تاني? سهولة القص ولا اه. ده ميزة مهمة جدا في البرنامج ان انا لو عايز اقص اي حاجة بحددها واقدر ان انا اما حطها في نفس التطبيق او حطها في حتة تانية. انا افترض مسلا ان انا عايز اقص. عايز اقص مش عايز ابعد بس. عايز اقص. عايز اقص مجموعة الاسئلة دي اه. انا قصتها اه. خدتها قبي. عايز الزقها في حتة تانية. ممكن الزقها في داخل التطبيق ده او او الزقها في تطبيق ثابت. انا هلزقها هنا. تمام? همسح الاسئلة دي. لزقت يا جماعة الاسئلة بتاعت المعادلات اللي انا خدتها ايه? اللي انا ده انا بفرض انا عايز احطها في برنامج تاني. انا في برنامج تاني رائع برضو اسمه جود نوتس انا شغال منه. مع الطلبة بالذات السنة خمسة لان بيبقى مسائلهم كبيرة. دي دي حسة النهاردة مسلا مع سنة خمسة. بصوا كده. اه السؤال ده انا قصه من الكتاب ودي الحل. الاسئلة دي انا كاتبها بايدي لهم هم وورك. تمام? طيب. برضو. جزء ده انا انا قصه من الكتاب. ودي الحل. جزء والاسكور ده انا قصه. ودي الحل جنب. العنوان والرسمة دي انا اسسها. وشرح موجود عليها. انا دلوقتي كنت في نوتا بيلت وخدت قبي. مسلا وهزود صفحة هنا ها. زودت صفحة. هعمل بقى ايه? اللي انا اخر حاجة كنت اعملها. اه. اللي هي المعادلات دي. اه. وبكبر حجمها. ابتدا جاوب. واضيف صفحات زي ما انا عايز. تمام? ده برضو تطبيق مهم جدا. ده محتاج شرح برضو لوحده. وبيعمل برضو كل حاجة. بس طبعا نوتا بيلت بيعمل حاجات اكتر يعني. الحاجات الاكتر اللي انا خصها اللي هي زي تحويل الرموز وكده. صورة القصة ايه كمان? نسيب واحدة ما لو انهاش. ارسال الشرح للطالب بدي اف. انا بعد ما بخلص. لو انتم شايفين اه فوق كده في اكسل اليسار عند الساعة والتاريخ فيه علامة الشير. بضغط عليها ارفع الحاجة اللي انا حق شرحتها. على بتاعي. بمجرد ما بقت على او ممكن اختاره للواتساب. بس انا مش حطت واتساب هنا في على الايباد. حتى البرنامج اللي موجود مش مفعله. يعني سايبه كده. تمام? ممكن ارفعها بقى على ومن ابعتها للطالب ملف بدي اف شكله جميل. هوريكو شكله. مسلا شكل حاجات زي كده بص. اه. يعني مسلا دي دروس انا شريحها لسنة خمسة. شايفين الفايل شاكله عامل ازاي? هفتح اي واحد اه فتحت ده كده. بصه كده. الولد بيلاقي الفايل ما بقعط له كده على الواتساب بالبي دي اف. والعنوان. بيفتح يلاقي صفحة جميلة كده كغلاف. وبعدين يلاقي الشرح بتاع الحسنة. واسس له الجزء من السؤال ده من معاصر اسس هولو. السؤال ده من معاصر اسس هولو. ابتدي تجاوب. وهكذا. تمام? ده ما فايل بي دي اف الولد بيجيله على الموبايل. فيه كل حاجة ايه انا كمال مش راحتها. سهولة استخدام البرنامج. انا برضو مش عايز برنامج يبقى بيعمل كل حاجة. والبرنامج يبقى صعب. لا ده البرنامج ده سهل جدا. ادي الالم اللي فوق لو احنا سيبنا من حرف التي ده. ده ده الالوان الكتابة. ودي الالوان كتيرة اهيت. تمام? وبتختار بقى حجم السن. الدوار دي حجم السن. بعد كده ده التزليل. بعد كده الاستيكة. بعد كده دي علامة المقاص بتستخدمها في ان انت في النسخ او في القس. او في التحديد. تمام? العلامة دي. اللي يدي دي على فكرة مهمة مهمة حلوة في العلامة اللي جنبها دي. بص. لو انا عايز اشاور على حاجة مثلا اهو. دي اللي هي اخر حاجة. عايز اقول للولد اكس واي. وبشاور له. دي مهمة في الاضيات. انت ممكن تبقى بتشير لي الحاجة من غير ما تكتب. ومن غير ما تزلل. ومن غير ما تلون. عايز توريله احنا فين فين او او بتشير لي حاجة او بتعلق على حاجة. البرنامج سهل جدا زي ما احنا شايفين. وانا اعملت ادراج لكل الكتب اللي عندنا في الترم التاني في المناهج بتاعتي اها. المعاصر والكتب الخارجية وكل حاجة. باجي جاي باجي جاي. حتى مسميه ساكند ترم اهو. باجي جاي فتحه. وفيه ميزة بقى ان انت لما بتفتح حاجة بيجيب لك الاخر صفحة انت كنت فيها. يعني كتاب المدرسة اشوف دي اخر صفحة انا كنت جايبها هنا. تمام? دلوقتي. فيجيب لك عليها الصراحة ببرنامج رائع رائع. ويعني وكنز للمعلم يعني. وانا انصح بشدة. والمعلم لما يقدم المعلومة بشكل شيك وبشكل جزاب. وبشكل يعني هو ربنا في القرآن بيقول. احنا مش لسنا مطالبين بالعمل احنا مطالبين بحسن العمل. فلو لوحد يقدر يقدر يقدم شغله بطريقة تاخد جيد. ويقدر يقدمه بشغل بطريقة تاخد ممتاز. لا يبقى الافضل ان انا نقدمه بطريقة تاخد ايه? ممتاز واجر عند ايه? عند ربنا. يعني ما نبصش ان احنا نعمل الحد الادنى وطالما الحد الادنى شغال وما فيش مشاكل خلاص. لا لا. طالما نقدر نعمل يعني اكثر ما يمكن. ونقدم شغلنا بافضل طريقة. يبقى اشتركوا في القناة